معانا أول سؤال أستاذ محمد من بنها أهو عليكم عليكم سلام أحد أكاتب بالمناسبة يسمع بنها بنها العسل بنها العسل لا بنها بالكسر كده هتلاقيها في شرح القموس عند الشيخ مرتضى الزبيدي كده بيقولك أنها بالكسر كده بنها تمام اتفضل إفندا اتفضل يا أستاذ محمد عندي أول طالع من الشيخ كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم نعم تعرف كتب عليكم الصيام أم فرض عليكم الصيام هو أجاوب على حضرتك السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده اضربه بكموركنا على زيبكنا آه بل يضربنا فرض فرض ولا الحجاب فرض أجاوب على حضرتك حاضر شكرا أول حاجة السؤال الأولاني كتب عليكم الصيام فكرة كتب عليكم الصيام عبارة تدل على الفرض مع التأكيد كأنه أمر أصبح شديد الحتمية يعني كلمة فرضة يعبر عنها بتعبيرات متعددة وجبة وفرضة وكتبة كتبة ونزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة يقول كتب عليكم فالتعبيرات التلاتة موجودة فيما يتعلق بالوجوب فلفظ الفرض ولفظ الوجوب ولفظ كمان الكتاب ليه الكتاب لأن كتبة أصبح مقطوعاً به تعبير كتب الله عليكم كذا أو كتب عليكم كذا ما هي كتب الله فبنيت لما لم يسمى فاعله فبقت كتبة فيعني كتب الله عليكم الصيام كما كتبه على الذين من قبلكم فمعنى كتبة أي أصبح مقطوعاً به فأصبح أشد أنواع الفرضية فأسألت الكتب ده تعبير من أشد أنواع الفرضية زي تعبير إيه فاشتنبوه ده من أشد أنواع التحريم ده أنت مش بس سعتتتركه لا تتجنبه يعني حتى ما تروحش ما تقربش من ناحيته ما تقربش منه يبقى إذن في تعبيرات لغوية تدل على أن الصيام من أشد الفرائد من أشد الفرائد يعني أتى فيه صيغة من صيغ الفرائد وكأنه يتكلم على أن الصيام الله سبحانه وتعالى جعله جزءاً من الديانات في سائر الديانات وعشان كده إيه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني إيه أصبح وكأنه جوكن أساسي من قضية العبادة أن الناس تصوم تصوم يقول ليه لأن الصيام ده بيسك النفس في الصيام بيختلف من دين لدين بس هو موجود عشان الصيام ده بيزكي النفس يخلي الإنسان يخرج من الأنا يخرج من الشهوة يخرج من الشراسة إلى ماذا؟ إلى العبودية إلى أن يخرج إلى الله سبحانه وتعالى